ونكمل الحر ليلة من سوريا حيث ور المرة الأولى منذ 12 عاما أعلنت السعودية تعيين سفير لها لدى سوريا وكانت طريقة تسأنفت في مايو الماضي عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا في مؤشر دل على إنهاء القطيعة والتي بدأت بغلاق السفارة في العام 2012 من جهتها كانت دمشق قد سمت سفيرا لها لدى الرياض وقام بمباشرة عمله في ديسمبر الماضي فمن هي إن عكاسات هذا تقرب سعودي سوريا على قضايا الشرق الأوسط وإلى أي مدن أصبح الصراع في سوريا أزمة منسية وسط القضايا الدولية الملحة الأخرى وما تدعي ذلك على أجهود الإنسانية الرياض أعلنت في مايو من العام الماضي استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا انطلاقا من روابط الأخوة بين الشعبين وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك وتحزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كما جاء في بيان للخارجية السعودية حينها استئناف الرياض علاقاتها مع دمشق لم يكن وليد اللحظات الأخيرة بل سبقته سلسلة إشارات بدءا من زيارات شخصيات سورية مقربة من الرئاسة السورية إلى السعودية مرورا بتصريحات صدرت عن مسؤولين رفعي المستوى في دمشق والرياض وصولا إلى قرار عودة العلاقات الدبلوماسية لكن ما هي جذور الخلاف بين الدولتين؟ لا يمكن اختصار الخلاف السعودي السوري فيما حدث في عام 2011 حين اندلعت الثورة السورية وقررت دول مجلس التعاون الخليجي في العام الذي يليه قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق وأقرت الرياض بدعم ما وصفته بالمعارضة السورية المعتدلة فالأزمة لها تاريخ طويل نابع من اختلاف جذري في مقاربة دمشق والرياض لملفات سياسية حساسة في المنطقة منها التدخل الأمريكي في العراق عام 2003 فبينما رفضت دمشق ذلك التدخل أيدته الرياض بشكل علني والملف اللبناني الذي يتضمن محاور عدة منها الوجود السوري في لبنان واغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري وحرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله ومع ذلك كثيرة هي الأسباب التي دفعت نحو عودة العلاقات السعودية السورية لكن يمكن القول إن زلزال عام 2022 الذي ضرب سوريا وتركيا وأرسال الرياض مساعدات إلى المناطق المتضررة التي تسيطر عليها المعارضة والدولة السورية على حد سواء تسبب إلى حد ما بكسر الجمود بين الدولتين عاقب ذلك توالت التصريحات والزيارات إلى أن تكللت بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق وتعيين المشفل سفيرا لدها سوريا وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من ولاية أكلهوم الأمريكية جوشوى لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جماعة أكلهوم أهلا بك على هواء الحرة دعني أبدأ ربما من هذه الرؤية الأمريكية إلى هذا القرار الخاص بالسعودية بتعيين سفير جديد لها إلى سوريا ولسيما وأنه يبدو كأنه اتجاه عام في منطقة الشرق الأوسط لتقارب العربي مع الرئيس السوري بشاري الأسد الأمريكيون كانوا ثابتون في رفض أي انفراج مع نظام الأسد وطلبوا من شركائهم أن لا يفعلوا ذلك من ناحية أخرى الاعتراف بأن الجامع العربية ستعترف بسوريا وتكون هناك علاقات عدد من صانعي السياسة في أمريكا قالوا على الأقل إذا كنتم ستعترفون به وتطبعون العلاقة احصلوا على شيء مقابل ذلك والسيناريو المقترح كان إيقاف تجارة المخدرات عودة اللاجئين المحاسبة عن السجناء هناك عدد من المواضيع وأيضا تخفيض التواجد الإيراني في سوريا هل أي من هذه النقاط من وجهة نظر أمريكية قد تحققت لا لا أعتقد ذلك ورأينا أن إسرائيل كانت تقصف سوريا على الأقل مرتين في الأسبوع وقتلت كبار مسؤولين إيرانيين في دمشق في ملحق السفارة وقتلت أيضا عدد لا بأس به من عناصر حزب الله في سوريا إذن هناك حرب بالظل حرب ظل بين إيران وإسرائيل في سوريا وأمريكا كانت داعمة ثابتة لإسرائيل وتشعر أن هذا لم يكن كافيا هذا التقارب ربما السعودي السوري على الصعيد الرسمي على الصعيد الدبلوماسي وكما ذكرنا أيضا التقارب العربي مع النظام السوري في هذه المرحلة هل يؤثر على مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟ نعم أعتقد أن الولايات المتحدة وإلى حد كبير تجاهلت سوريا كمعركة من معارك الأمس والولايات المتحدة تود من سوريا أن تحظى بانتباه أقل في الأخبار الأمريكية عندما يكون هناك شيء خطأ مثل هجوم على القواعد الأمريكية في سوريا فهذا يزعج السياسيين الذين لا يريدون إنفاق المال في سوريا من ناحية أخرى رأينا كل من أوروبا والولايات المتحدة تعطي أموال أقل لسوريا الأمم المتحدة بدأت في تقليص المساعدات الإنسانية لسوريا برنامج الغداء العالمي وبنظمات أخرى وأعتقد أن الكثير من الدول العربية تقول نحتاج أن نطبع العلاقات مع الأسد لأن لا أحد سيساعد في عودة اللاجئين الأردن، لبنان، تركيا والعراق ستعاني من مشكلة اللاجئين وعلينا أن نطور نوع من التطبيع الاقتصادي ستكون هناك وظائف، كهرباء، خدمات حكومية أساسية في سوريا وهذا سيجذب اللاجئين والعودة هل يعني ذلك أن سوريا أصبحت أزمة منسية بالنسبة لعدد من بلدان ربما الغربة تحدثت ربما عن الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء في أوروبا أم أن مستجدات التطور أو مستجدات الميدانية التي نراها في عدد من المناطق لا سيما بالنسبة للولايات المتحدة مثل ما يحدث في غزة مثل السودان مثل أيضا التوترات الصينية هي السبب التي ذهب بالأزمة السورية إلى هذا المكان نعم لا يوجد شك الأزمة السورية أصبح الثانوية ورأينا هذا بشكل واضح اليوم اليوم هناك اجتماع في بروكسل بين الكثير من المنظمات غير الحكومية ومجموعات المصالح بشأن الموقف السوري وقد خصصت اليوم حوالي اثنين نقطة شيء ما أكثر من مليوني دولار لمساعدة اللاجئين هذا مقدار بسيط وأقل من نصف ما وعد في العام الماضي بالفعل ملياري دولار نعم عفوا اثنين مليار يورو في العام الماضي كان أكثر من خمسة رأينا انهيارا في المساعدات الاقتصادية وفي الاهتمام نتيجة للأسباب التي ذكرتها غزة امتصت الأكسجين من الغرفة أو حظت بانتباه أكبر هناك أيضا السودان وهيتي وهذه شغلت الأمريكيين وسوريا سقطت عن الحافة طيب محاولات بعض الدول الأوروبية عادت تقييم الأوضاع في الداخل السوري هل تعني أنها أيضا شكل أخر من أشكال لن أقول التطبيع ولكن شكل أخر من أشكال محاولة ربما ترحيل اللاجئين السوريين لديها أو على الأقل عدم استقبال لاجئين جدد؟ نعم أعتقد أن هذا ما يجري ورأينا المال 2.2 مليار دولار والتي خصصت للاجئين مليار تقريبا نصف المبلغ سيذهب إلى تركيا تركيا فيها أكبر عدد من اللاجئين السوريين ولكن أيضا هي الدولة التي يذهب منها اللاجئين إلى اليونان وأجزاء أخرى في أوروبا جزء كبير من المال هو لمنع اللاجئين من الدخول إلى أوروبا ورأينا مع اقتراب الانتخابات في الكثير من الدول الأوروبية رأينا أعضاء يمينيين يفوزون في الانتخابات في أوروبا إذن هناك القليل من الجهود من جانب السياسيين الأوروبيين لإعطاء المزيد من المساعدات ومساعدة اللاجئين السوريين هذا يعني أن المشكلة ستضر دول مثل لبنان والأردن والعراق الذين عليهم أن يتعاملوا مع اللاجئين لوحدهم شكرا لك ضيفي من أقلاهوما الأمريكية دوشوا لانضايز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أقلاهوما كنت معي مباشرة على هواء الحرة ونبقى مع شأن السوري التعهد لاتحاد الأوروبي بأكثر من مليار يار لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة ورفض تكتل خلال مؤتمر بشأن سوريا في بريكسال رفض أي حريث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة قال جوز بارل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي قال إن التزام الاتحاد لا يمكن أن ينتهي بتعهدات المالية وحدها مضيفا أن الافتقار إلى تقدم في الأون الأخيرة يدفع الاتحاد لمضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع وإلى حل يدعم أيضا تطلعات للشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي وللحديث أيضا حول هذا الموضوع نضم إلينا مباشرة من العاصمة الألمانية بيرلين الخبير في الشؤون الأوروبية والدولية ماتياس بيرغمان أهلا بك سيد ماشيس على هواء الحرة يعني ربما أود أن أسأل كيف تنظر دول الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة إلى سوريا أو إلى عمليات إعادة اللاجئين مرة أخرى إلى سوريا شكرا لإستضافتي المشكلة بالنسبة لسوريا هي أن هناك الكثير من المشاكل التي تأتي لاحقا وهي مشاكل كبيرة كما ذكر الزميل وهي مشاكل أكبر لأوروبا أكثر من المشاكل للولايات المتحدة وهي وهناك أوكرانيا الغزو الروسي الذي بدأ في 2022 ورأينا الآن الموقف في غزة إذن سوريا هي مشكلة ثانوية تعتبر الآن وهناك الكثير من اللاجئين في أوروبا في ألمانيا مثلا وفي دول أخرى وهؤلاء جاءوا بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا ومعسكرات اللاجئين في المنطقة كانت مليئة وكان هناك اتفاق مع تركيا لاستيعاب اللاجئين في تركيا وعدم السماح لهم بالتوجه إلى أوروبا ونحن ندفع مليارات الدولارات مقابل ذلك ولكن هناك نصف مليون لاجئ سوري في أوروبا والآن هناك حتى ملايين من اللاجئين الأوكرانيين وبالتالي هناك حاجة لمناقشة التطبيع في سوريا ولكن هذا صعب لأن هناك تصريحات مثلا من قبل الرئيس الألماني الذي قال لن تكون هناك صفقة مع القاتل بشار الأسد والآن علينا أن نواجه الحقيقة كيف تتم عملية المواءمة هذه يعني إن كان يتم الحديث من قبل ربما ألمانيا عن أنه لن تكون هناك صفقة وإن كانت هناك أيضا حديث محتملة عن تطبيع مع سوريا في هذه المرحلة فكيف تتصق هذه التصريحات أو هذه الرغبات مع بعضها البعض نعم هذه هي المشكلة يجب أن تكون هناك إرادة سياسية بعدم التعامل مع دكتاتور مثل الأسد ولكن هناك مشكلة ملايين اللاجئين مثلا في ألمانيا نصفهم غير مندمجين في المجتمع نصفهم يحصلون على وظائف حتى لا يواجهوا مشاكل ولكن هناك الملايين في كامل أوروبا وحوالي نصفهم مندمج وبالتالي هناك ضغط هائل على الحكومة لحل هذه المشاكل أو على الحكومات من ناحية أخرى هناك مشكلة سياسية لا تريد أن تساعد دكتاتور طيب يعني أود أن أتجه ربما إلى نقاط أخرى إلى أوضاع ربما الأطفال تحديدا الذين يأتون من هذه البلدان سواء من جانب السوري أو من بلدان مشابهة يعني كيف تتم النظرة إلى عملية انخراط في داخل المجتمع هذه مختلفة كلية هناك أكثر من مليون لاجئ سوري في ألمانيا وهم اندمجوا إلى حد ما ويحصلون على فوائد وأولاد يذهبون إلى المدارس ولكن هناك لا يزال الملايين في تركيا واليونان وفي معسكرات ولا يوجد رفاه اجتماعي لهم ونحن لا نتحدث عن مدارس للأطفال هناك نعم طيب هذه المساعدات التي تتم ربما عملية الإقرار الخاصة بها للاجئين السوريين وفي ظل تزايد هذه ربما التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي قبل اللاحظة كنت أتحدث مع ضيفي من باريس عن احتمالية إرسال بعثة إلى رفح المشكلة تتفاقم على نواح عدة إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن هذه الحصة المالية لسوريا أو للاجئين السوريين هي في أمان أو هي كافية بالطبع هم غير آمنين خاصة في أماكن مثل اليونان أو في تركيا لا نعرف ماذا سيحدث من حين إلى آخر هناك معارك على حدود تركيا وجزء الشمال من سوريا المشكلة في رأيي وهذا ذكره الزميل من أكلهوما هي أن المال الممنوح لدعم اللاجئين السوريين خاصة في المعسكرات في المنطقة في لبنان والأردن تتقلص وهذه تعتبر مشكلة والناس لا تحصل على دعم في الأردن مثلا هؤلاء سيعودون كما رأينا في 2014 عندما جاءوا بالقوارب عبر المتوسط بالملايين إذن هذا القرار قرار زائف وخاطئ أن لا ندفع للأردن والعراق ولبنان ودول أخرى لدعم اللاجئين السوريين هذا واجه هذه الرغبة في عدم الدفع من قبل بعض البلدان أو في تخفيض هذه الأرقام من أين تأتي؟ نعم هذا السؤال جيد كما ترين هناك أزمة مزدوجة هناك اللاجئين السوريين لا يزالون في أوروبا وهناك حوالي أربع ملايين لاجئ من أوكرانيا وهؤلاء لا يزالون في ألمانيا ودول أوروبية أخرى إذن هناك مناقشات جادة بشأن الميزانية الخاصة بالحكومة الألمانية والناس لا تريد أن تدفع لسوريا هل من متغيرات ربما تحدث في الأونة القريبة قد تغير من طريقة ترتيب هذه الأمور تحدث هنا ربما عن التقارب العربي تحديدا مع سوريا تحدث عن ما نراه من إرسال السعودية لسفير لها إلى سوريا هل كل هذه المستجدات قد تغير من طويلة الأمور على الصعيد الأوروبي نعم بالطبع الدبلوماسيون الأوروبيون ينظرون على ما حدث في الجامعة العربية وفي السعودية وربما هناك بعض المناقشات لجلب الجامعة العربية والحكومة السورية سويا ربما هذا سيشكل حلا سلميا لعودة اللاجئين أنا لا أرى حاليا أي إمكانية للاجئين الذين هربوا من سوريا نتيجة لأسباب سياسية لا أرى لماذا لا يستطيعون العودة لأن نظام الأسد لا يزال موجود يجب التأكد أن الناس باستطاعتهم العودة بدون أي تداعيات سياسية ضدهم ضيفي من برلين الخبير في الشؤون الأوروبية ودولية ماتيس براغمان أهلا بك وكنت معنا مباشرة ضيفا على هواء الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر